ساكنة الدار البيضاء استفاقت على ألسينة لهب أشعلت فضاء بكار المتواجد قبالة المحطة الطرقية لدزيان والذي يعرف تواجد عدد من المهاجرين غير القانونيين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية انتقلت فور إشعارها بالحادث إلى عين المكان قضى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة حيث تم إخماد الحريق دون تسجيل خسائر بشرية باستثناء إصابة مهاجر واحد بإصابة خفيفة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية تدخلات السلطات والمصالح المعنية انصبت على تقديم المساعدة وإغاثة المهاجرين وإجلائهم عن مكان الحريق فيما تم فتح بحث من قبل السلطات المختصة للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث